مرحبا بكم في قناة تحفة يوب حتى الغضب والشعب الكبير جراء الفشل دريع للعديد من الوزراء أبرزهم وزير صناعة المغضوب عليه والمتدر إقالته ووزير صحة كذلك وغيره من الوزراء المغضوب عليهم حتى من الرئيس بون وليس شعبيا فقط وفق خبراء وأن مدتهم قصيرة جدا وحكومة العربوي ستسقط أغلب أسمائها مع الغلاء الجنوني في كل شيء يحتاجه المواطن من ملبس ومأكل وحتى السيارات التي وعد بها وزير صناعة الشعب انقلب عليهم وفشل حتى في إعلان الكرطة الجديدة وتضخم بات يؤرق المواطن وإن سمر هذا التضخم ستختفي الطبقة المتوسطة لتنضم للطبقة الضعفة جدا مع الانهيار المستمر لقيمة دينار والقدرة الشرائية فيجب أن تحدث استفاق كبرى داخل الحكومة واستفاق بعقلية جديدة لأن الحكومة وأغلب القطاعات فشلت فشل دريع حتى في عيد الأضحى سابقا لم يضحي الناس بسبب الغلاء وبسبب تقاعس الوزراء وفشلهم حتى في إيجاد حلول رغم أن بلادنا بحجم قارة فالفلاحة وتربية الأغنى وغيرها كان يمكن أن تكون بديلا مميز وحالا أمدا لكن النودر لا تزال مسيطرة على كل ضرورية تنهيك عن الكماليات المنعدمة أصلا لهذا تغيير الجدري في الحكومة المتظر أن يسقط أغلبها سيكون أمر ضروري لمفر منه والوزراء المغضوب عليهم من الرئيس وحتى من رئيس الحكومة فترت بقائهم في الحكومة قصيرة وتعديل مباشرة بعد الانتخابات إن فاز بها رئيس بون أما إن لم يفوز بها فستسقط الحكومة كلها بينها العرباوي لكن الأقرب الأكثر ترشيحا وتوقع للفوز هو رئيس بون الأكيد أن تغيير العقلية وتشديد الخناق على كل وزراء هو أمر ضروري جدا لمراقبة كل تحركتهم واكتشاف أي تقاعس أو حتى فساد مبكرا خاصة وأن العديد من الوزراء المقالين تمجره للمحاسبة والمحاكمة ثم الحبس لكل من أتبثت إدانتهم كالوزير ناسم ضيافات ولأن ملفات يردد فتحة مؤخرا لأن هناك من لم يطبر مما حدث مع وزراء عبد العزيز بوتفلقة سابقا ومصارهم وكان الرئيس بون أكد أن المحاسبة مستمرة ولم تنتهي مع وزراء بوتفلقة فقط بل كل من ينجر الفساد والتقاعس وعدم أخر العبرة سيلقى نفس المصار والضربية من حديد لإنهاء أفعال الماضي في انتظار الأسماء الجديدة التي سيعلنها في الحكومة الجديدة المرتقبة وطبعا حسب مراقبين لن يدار أعلى الأكثر إلا أربع وزراء من الحكومة الحالية في تعديل المرتقب النظام المغربي يتخلى عن فرحات مهني ويلغي الإجتماع بعد صدمة ديارة الرئيس بون ونلتأجها وهذا ما حدث بعد خيبتهم بعدما حدث في تيزوزو وفشل فرحات مهني بداية يبدو أن النظام المغربي يريد تخلى عن ورقة دعم فرحات مهني على الأقل في الوقت الحالي ومؤقتا بعد خيبتهم الكبيرة فيه على إتركوا ذلك الدعم وبالرغم الذي قدمه له على مدار سنوات سواء بالأموال طائرة من جويب الشعب المغربي إلى الدعم السياسي والدفاع عنه وكلا استقباله معه في المغرب وحتى تخصيص له وللقاد بجنبه مساحات وسعة في الإعلام المغربي لتلميعه وتضخيمه وفي الآخر تعارض لنكسة تاريخية وضخمة بعد النجاح زيارة الرئيس بون وولاية زيوزو وحاليا باستقبال ضخم ما سبب توطرا غير مسبوق بين الماك والمخزن لأن كل جهور المخزن وأموالهم صرفت بدون أي نتيجة ففرحات مهني كان يعيد النظام المغربي ويؤكد لهم أن له أتباع بالملايين في منطقة القباد وبالخصص في ولاية زيوزو ودعا أنهم سيخرجون لشوارع لتصدي لزيارة بون وأن كل شاب مع الانفصال وغيرها من كذباته التي ادعى حتى فيها مؤخرا قبل زيارة الرئيس بون أن سببون يخاف دخول تيزيوزو مهما لمخزن أنها مناطق محضورة على السلطات وكأنها منفصلة وليست جزائرية وطبعا نظام المغربي توطأوا معه في هذه الكذبات واستعملوها واستعملها حتى من دوب المغرب في الأهم المتحدة عمر هلال نفسه الذي دعم الماك إلى أن جاء زيارة الرئيس بون الذي أظهر الزيف والسداجة الماك ونظام المغربي لأن منطقة القبائل الوطنية وجوز لا يتجزأ من التراب الوطني ولا وجود أصلا لأي نشاط انفصالي ولا أي شيء آخر من كافة الشعب بل تلك مجرد مصرحية من الماك لنهب جيوب الشعب المغربي عبر دعم المخزن لهم ولو كان حقا ما دعاه من أنصار بالملايين ورغبة عدة ولايات في الانفصال لكان الوضع مغيرا تماما ومثل أوهامه التي كان يدعيها إلا أنه يعلم جيدا أنه يكذب ومع ذلك مصمر في خداع المخزن الذين صفحت الرئيس بون لهم في الزيارة الأخيرة لتزيب الزول لا تزال ترين في إدنيهم كما يبدو حسب المراقبين أن الرئيس بون تعمل تأخير الزيارة قليلا وتركهم يتنبحون ويطلقون الأكاديبي يوميا وينسجون سيناريوهات والأسباب ثم بغتهم بالضربة القادية والزيارة التي أخلطت فعليا كل حسابات الماك والمخزن وذكر المراقبون أن المخزن حاليا ترجع عن استقبال بعض قادس الماك القادمين من فرنسا بسبب خيبتهم من وعود فرحة مهني وتأكداته التي سقطت في الماء بنجاح زيارة رئيس بون فتنسيق معلق بين المخزن والماك حاليا وقد يبحث المخزن عن خطة بديلة لمحاولة تشويش والإدرار بالجزار بعيدا في الفترة المقبلة عن الماك مع العلم أن فرحة مهني وعائلته كونوا تروسا ضخمة جدا واستثمارات لهم بملايين دولارات كونوها بطرق مشبوهة من الأنظمة التي تعادل الجزائر وبالخصوص نظام المغربي وكانت تعاول عليه الإدرار بالجزائر وإشعال الفسنة ومخطات لكن تضح لهم في الأخير أنه مجرد نكرى أقواله لا أحد يسمعها فضلا عن تطبيقه هرد قوي من عمار بن جامع لعمر هلال بعد أن عايره بطوابير الحليب وهكذا ذكره بعد الطوابير في المغرب وكيف أصبح مندوب المغرب أضحك وشعبه يتبرأ منه بداية مندوب الجزائر عمار بن جامع يتسبب في إحراج كبير لمندوب المغرب عمار هلال وهذا بعد محاولة عمار هلال استهزاء بالجزائر وببن جامع في الأمم المتحدة لم يتوقع الرب القوي من الطرف الجزائري وعلمه بكل ما يضر في المغرب من طوابير فبعد أن قال مندوب المغرب عمار هلال أنه يدعو الجزائر لاحترام الجوار والتسوية في الصحراء الغربية وفقا لأطروحة محمد ثالث فورا محاولا أيضا السخرية بالقول على حساب رفاهية الشعب الجزائري الذي يصطف حسبه في طوابير لاقتناء أبسط المواد الغدائية مثل الحليب حسب قول عمار هلال وحول السبزاز مندوب الجزائر ليجد الرد سعقا من عمار بن جامع على المندوب المغربي مع تذكيره بعدد طوابير اللى متناهي في المغرب على كل شيء تقريبا خاصا مع رفع الحكومة المغربية الدعم عن أبرز المواد الأساسية الغدائية كما هو معلوم وكذا تم تذكيره بطوابير قرورة الغاز التي ارتفع أسعارها لأسعار خيالية لم تصل لذلك السعر في أي دولة في العالم ما يجعل المغرب يعانون من أزمة غاز كبيرة وكذر صفع جنوني في أسعار المواد الغدائية يشتكي منه شعب المغربي طول اليوم خاصة وأن الملك وأخ النوش رفعوا الدعم عن أغلب المواد والبنزين كذلك لأن أخ النوش الذي يعد أثر الرجل في مملكة محمد سارس يستمر في رفع سعر كل مواد التي يسيطر عليها ويستمر فيها فتلك هي الطوابير الحقيقية والتي تجهلها بوريطة عن قصر التواطئ مع أخ النوش ويحاول إحراج بن جامع بطوابير في الأمم المتحدة ويذكره بها ليلهي الشعب المغربي عن طوابيرهم الداخلية وأزمتهم التي لا تنتهي ووضعهم فيها خاصة ظروف المعيشية صعبة أما عن طوابير الحليب التي دعى عمر هلال أمام عمر بن جامع أنها موجودة فهي أصلا غير موجودة في الجزائر وذلك الحليب هو المدعم فقط كانت في فترة نقص حاد فحدثت حينها فصر الطوابير على الحليب المدعم فقط أما الغير مدعم سواء السائل أو البودراف فلم ينقطع